اكد الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش ان الوضع في غزة وصل الى مستوى خطير غير مسبوق مضيفا انه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة التركيز على سبل تخفيف المعاناة وشدد جوتيريش على ضرورة دخول المساعدات الانسانية بشكل فوري الى جميع انحاء غزة حتى يتم ايصال الوقود والغذاء والماء الى كل من يحتاج اليه وضف جوتيريش ان المستشفيات في جنوب غزة وصلت بالفعل الى طاقتها الاستيعابية ولن تتمكن من قبول الاف المرضى الجدد من الشمال وان النظام الصحي على وشك الانهيار